اشتركوا في القناة والمؤشرات ليوم الأربعاء الموافق السابع من أغسطس من العام 2024 وبالشراكة مع شركة ATFX الشركة الرائدة لتداول الأوراق المالية ويمكنكم الاستفادة من الخدمات العديدة والمتميزة التي تقدمها الشركة من خلال الرابط المرفقة في صندوق الوصف أسفل الفيديو إذن أخواني أعزائي قبل أن نبتدأ فقرة التحليل الفني والاقتصادي ونذكر بأهم البيانات الاقتصادية التي سوف تصدر خلال اليوم ولها تأثير على حركة الأسعار وقت صدورها وسوف يكون لدينا خبر وحيد ومنفرد على الدولار الأمريكي يصدر في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة وهو تقرير مخزون النفط الأمريكي الخام إذن أخواني لعزائي نبتدأ فقرة التحليل الفني والاقتصادي بتحليل مؤشر الدولار الأمريكي الدولار إندكس ونلاحظ أخواني لعزائي أن مؤشر الدولار الأمريكي لا يزال يتمحور حول النقطة الهامة وهي مستوى المئة وثلاثة والذي إذا نجحت الأسعار بالعودة علىها قد نشاهد تقليص لخسائر الدولار الأمريكي يستهدف مستوى المئة واربعة وبالمجمل استمرارية الأسعار أدنى مستوى المئة واربعة لا يزال يضع الدولار الأمريكي تحت تهديدات الهبوط والدخول في ظل موجة بيعية مجددا إذن أخواني لعزائي ننتقل إلى تحليل زوجة اليورو دولار ونلاحظ زوجة اليورو دولار بالرغم من التراجع والذي حدث إلا أن التراجعات لا تزال تصنف كتصحيحات بشرط استمرارية التداولات والأسعار أعلى مستوى الواحد فاصلة صفر تسعة آلاف واستمرارية الأسعار أعلاها لا يزال يرجح الكفة اليجابية الذي استهدف مستوى الواحد فاصلة عشرة آلاف وواحد فاصلة اثناش ألف إذن أخواني لعزائي ننتقل إلى تحليل زوج الباوند دولار ونلاحظ الزوج حتى اللحظة لا يزال يتعرض للضغوط البيعية وإذا نجحت الأسعار بتأكيد الكسر لمستوى الواحد فاصلة سبعة وعشرون ألف قد نشاهد استيناف الهبوط صوب مستويات الواحد فاصلة ستة وعشرون ألف وواحد فاصلة أربعة وعشرون ألف وخمسمائة إذن أخواني لعزائي ننتقل إلى تحليل زوجة دولار الأمريكي مقابل الين الياباني ونشاهد محاولات لملمة الجراح ومحو الخسائر السابقة وإذا نجحت الأسعار بالعودة على مستوى الـ 145 ين مقابل الدولار الأمريكي الواحد قد نشاهد موجة تعافي تعيد اختبار مستوى الـ 149 ين مقابل الدولار الأمريكي الواحد إذن أخواني لعزائي ننتقل إلى تحليل زوجة دولار الأمريكي مقابل الفرانك السويسري ولا يزال الزوجة تداول تحت الضغط وبقاء الأسعار أدنى الـ 0.86 ألف لا يزال يوحي بالتحديدات السلبية بالاستمرار والهبوط صوب مستوى الـ 0.8500 و 0.22500 إذن أخواني لعزائي ننتقل إلى تحليل زوجة دولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ولا يزال الزوج يتداول في ذات النطاق وحتى اللحظة نشاهد الأسعار إذا نجحت بالعودة على مستوى الـ 0.65 ألف قد نشاهد الصعود صوب مستوى الـ 0.66 ألف و 700 ويعادت اختبارها ولن يستأنف الزوج الهبوط مجددا وموجة الخسائر إلا بعودة الأسعار أدنى الـ 0.65 ألف إذن أخواني لعزائي ننتقل إلى تحليل زوجة دولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي ونشاهد الزوج حتى اللحظة لا يزال يتعرض لضغوط البيعية وإذا نجحت الأسعار بالعودة على مستوى سعر الإغلاق السابق وعلى مستوى الـ 0.59 ألف و 600 قد نشاهد نوعا من التعافي والتصحيحات لعادة اختبار مستوى الـ 0.60 ألف و 500 إذن أخواني لعزائي ننتقل إلى تحليل زوجة دولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ونشاهد الزوج يتراجع مجددا وحتى اللحظة أخواني لعزائي إذا نجحت الأسعار بكسر مستوى الـ 1.37 ألف و 500 قد نشاهد دخول الزوج في ظل موجة تصحيحية هابطة عميقة تستهدف مستوى الـ 1.36 ألف ولن يتحاشى الزوج السقوط مجددا وموجة الخسائر إلا بالتماسك أعلى مستوى الـ 1.37 ألف و 500 إذن أخواني لعزائي ننتقل إلى تحليل زوجة الباوند يأن الملقب بالمجنون ونشاهد الزوج يحاول محو الخسائر وإذا نجحت الأسعار بالعودة على مستوى الـ 1.84 قد نشاهد محاولة للتعافي والصعود صوب مستوى الـ 1.96 ين مقابل الجنين الاسترليني الواحد إذن أخواني لعزائي ننتقل إلى تحليل زوجة اليورو ين زوجة اليورو ين يحاول إنهاء التصحيحات الهابطة والتعافي مجددا وعودة الأسعار أعلى مستوى الـ 1.58 ين مقابل اليورو الواحد قد يؤدي إلى صعود الأسعار إلى مستوى الـ 1.66 إذن أخواني لعزائي ننتقل إلى تحليل زوجة اليورو مقابل الجنين الاسترليني وثبات الأسعار أعلى 0.85500 يرجح الكف الإيجابي الذي استهدف مستوى الـ 0.86850 وأيضا 0.88000 إذن أخواني لعزائي ننتقل إلى تحليل زوجة دولار الأمريكي مقابل الليرا التركية ونشاهد الزوج حتى اللحظة لا يزال يحقق المكاسب وإذا استمر بتخطي مستوى الـ 33 ليرا ونصف مقابل الدولار الأمريكي الواحد قد نشاهد موجة الصعود تستمر لتستهدف الـ 34 ليرا مقابل الدولار الأمريكي الواحد إذن أخواني لعزائي ننتقل إلى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي ونشاهد البيتكوين يحاول محو الخسائر السابقة ولكن نعيد ونكرر لن يستطيع البيتكوين أن يستعيد مكاسبه وأن يمحو الخسائر السابقة إلا إذا نجح بتخطي مستوى الحاجز النفسي ومنطقة المقاومة الهامة الذي يلتح معها المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وهي مستوى 60 ألف دولار مقابل البيتكوين الواحدة والذي إذا نجحت الأسعار بتخطيها قد نشاهد الأمال الإيجابية تعود للبيتكوين وقد نشاهد استهداف لمستويات 68 ألف دولار وأيضا 75 ألف دولار مقابل البيتكوين الواحدة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الإيثيريوم مقابل الدولار الأمريكي ويحاول الإيثيريوم تقليص الخسائر السابقة وحتى اللحظة هذا الصعود لا يزال يصنف في طور التصحيحات والحركة الصحية للأسعار ولن نشاهد تعافي حقيقي للإيثيريوم وتقليص الخسائر السابقة إلا بعودة المراكز الشرائية على مستوى 2800 دولار مقابل الإيثيريوم الواحدة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الريبل مقابل الدولار الأمريكي ونشاهد الريبل حتى اللحظة يحاول استعادة المكاسب وإذا نجحها بالعودة على مستوى 55 سنت قد نشاهد تعافي للريبل والصعود صوبة 75 سنت وأيضا الواحد دولار على المدى المتوسط إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل ملك الملاذات الآمنة الذهب وشاهدنا أخواني العزاء مؤشر الدولار الأمريكي يتعافى بعض الشيء ليضغط على الذهب جراء التصريحات الذي صدرت من قبل عضو الفيدرالي بعد الأنباء الذي تحدثت عن عقد اجتماع فيدرالي طارئ بعد أن عجت الأسواق والصحف باحتماليات جنوح الفيدرالي لعقد اجتماع طارئ قبل الثامن عشر من سبتمبر لخفض أسعار الفائدة تحاشيا لموجة الهبوط ولكن شاهدنا أخواني العزاء عضو الفيدرالي سيدة ماري الدالي تحدثت أن بيانات التوظيف لم تكن مأساوية وأن الفيدرالي ينتظر البيانات القادمة للتأكد من حالة الأسواق والتأكد من قراره القادم وتحدثت أيضا أنها تتوقع خفضا للفائدة في عام 2024 دون منح أي إشارات عن موعد محدد أو نسبة هذا الخفض واعتبرت سيدة دالي أن التعديلات في السياسة النقدية ضرورية في الربع الأخير من العام لكنها لم تشر إلى الحاجة إلى أي إجراءات استثنائية وحتى اللحظة أخواني العزاء احتمالية الاجتماع الطارئ للفيدرالي بحسب بيانات كالشي قد انخفضت لتصبح 7% وهذا قد أدى بعض الشيء لدعم الدولار الأمريكي ومحو بعض الخسائر وبالتالي عاودة وعلى الصعيد الفني إذا استمرت أسعار الذهب أدنى مستوى مستوى 2400 دولار مقابل الأنصة الواحدة ونجحت الأسعار بكسر مستوى 2400 دولار كسر مكتمل الشروط والأركان على فريم الأربع ساعات قد نشاهد هبوط لأسعار الذهب يستهدف مستوى 2320 دولار وقد نشاهد أيضا مستوى 2250 دولار مقابل الأنصة الواحدة ولن يلغى هذا السيناريو التشاؤم السلبي الهابط للذهب إلا في حالة فشل تحقق جميع شروط الكسر وتحول هذا الكسر إلى كسر كاذب وذلك بعودة الأسعار مجددا أعلى 2400 دولار مقابل الأنصة الواحدة إذن أخواني لعزان نذكر أننا سوف نقوم بمتابعة هذا التحليل من خلال فقرة التحديث الصباحية لتحركات الذهب الفنية على المدى القصير والذي هي بمثابة أبديت لهذا التحليل بإذن الله سوف نكون معكم كالمعتاد أخواني الأعزاء إذن أخواني لعزان نذكر أننا نترقب فقط خبر وحيد على الدولار الأمريكي يصدر في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة وهو خبر تقرير مخزون النفط الأمريكي الخام إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل النفط الخام ونشاهد النفط الخام لا يزال يتعرض للضغوط البيعية وبقاء الأسعار أدنى 77 دولار مقابل البرميلة الواحد لا يزال يوحي باستئناف الهبوط مجددا والذي لن يستأنف ويتحقق إلا بعودة الأسعار أدنى 73 دولار إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل الفضة نشاهد الفضة لا تزال تتداول تحت الضغط وبقاء الأسعار أدنى 27 دولار ونصف لا يزال يضع الفضة تحت تهديدات السقوط صوب مستوى 26 دولار و24 دولار إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل الغاز الطبيعي نشاهد الغاز الطبيعي لا يزال يغرق في بحر السلبية وبقاء الأسعار أدنى مستوى 2 دولار فاصلة 20 سنت لا يزال يرجح الكفة البيعية التي تستهدف 1 دولار فاصلة 60 سنت وقد نشاهد أيضا الواحد دولار على المدى المتوسط إذن أخواني لعزان لن نشاهد مكاسب الغاز الطبيعي تعود مجددا إلا بعودة المراكز الشرائية على مستوى 2 دولار فاصلة 20 سنت إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل قائد السوق الأمريكي مؤشر الدو جونز الصناعي ونشاهد الأسواق تتعافى ونشاهد أيضا مؤشر الدو جونز يحاول تقليص الخسائر ومحو الخسائر السابقة وإذا نجحت الأسعار باختراق مستوى 39 ألف ومائتين وعودة المراكز الشرائية علىها قد نشاهد تقليص الخسائر للدو وخلق فرصة شرائية تستهدف مستوى الأربعون ألف وأيضا واحد وأربعون ألف خلال التداولات القادمة إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل مؤشر ستاندرد عن بورزها الـ SP500 ونشاهد أن الـ SP500 يحاول التعافى وإذا نجحت الأسعار بالعودة على الـ 5,280 قد نشاهد استهداف الـ 5,500 وـ 50,800 إذن أخواني لعزان أنتقل إلى تحليل مؤشر النازدك الأمريكي ونشاهد النازدك حتى اللحظة هو الآخر يحاول التعافى وعودة المراكز الشرائية على مستوى 18,250 قد يؤدي إلى خلق موجة صاعدة تستهدف مستوى 19250 وأيضا 20200 ولن نشاهد تقليص الخسائر ومحوها إلا بعودة المراكز الشرائية على مستوى 2150 لا يزال يوحي بالسلبية الذي تستهدف مستوى 6600 على الميديم تيرم كي يحاول التعافي مؤقت يقلص الخسائر ويستهدف مستوى 37000 على المدى القصير وقد نشاهد 41000 على المدى المتوسط إذن أخواني العزائلة هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الفقرة أشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا مني طيب التحيات